رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أزدى جملة من التعليمات والتوجيهات والأوامر التالية أولا بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أكد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية في إطار حرية التعبير بما يخدم الوطن والمواطن بل لابتعاد عن الأساليب غير المهنية في نقل الواقع والتوجه نحو الاحترافية تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية وضمان استجابتها لمقتضايات الاحترافية خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا المتخصصة أو الاستقصائية استكمال إعداد مشروع القانون للإطار المتعلق بالإعلام ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية بخصوص شروط وكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية أكد الرئيس على مواصلة إثراء المشروع المقترح من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالة العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه منح الوكالة المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية تحرير كل لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية اعتماد منطق تجاري بحث في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي ثالثا بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان وفتح وكالات بانكية بالخارج وجه الرئيس عبد المجد تبون وزير المالية بإعداد النص القانوني في أجل نقصه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان التحذير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان وفق مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج لا سيما في الدول الإفريقية رابعا بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تنفيذ الإسراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر في الأجال المحددة بما يسمح بتحسين تزويد المواطنين بالماء الشروب لا سيما ونحن على بواب موسم الحر وقبل اختتام الاجتماع تم تطرق إلى انشغال حجاجنا الميامين المتعلق بارتفاع تكاريف الحج لهذا الموسم بسبب الظروف الاقتصادية الدولية حيث وافق مجلس الوزراء على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة وذلك بخفض سعرها بمئة ألف دينار كما أزدى الرئيس تعليماته لوزير النقل بتعويض الحجاج الذين دفعوا سعر التذكرة ضمن التكاريف الإجمالية للحج